إلى ليبيا حيث قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول إلى أموالها المودعة لدى مصرف في بروكسيل تعليق المؤسسة هذا جاء بناء على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في أحد المصارف البلجيكية في بروكسيل وفي بيان قالت إن حكم المحكمة صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المطروحة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي بحسب وصفها الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن وتابعت المؤسسة أنها ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل النزاع وأوضحت أن أصل النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي الوصول لأموال المؤسسة لدى البنك للحصول على تعويض مزعون لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفا فيه بحسب البيان كما أكدت أنها لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن على حد تعبيرها باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي من جهة ثانية رحبت الأمم المتحدة بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد وتدار عائدات النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد يضيء لنا أكثر حول هذا القرار قرار مؤسسة النفط الوطنية ما حيثياته ما تفاصيله وعلى أي أساس سيتم تقاسم الأرباح النفطية في ليبيا نعم زاهر فيما يتعلق بمسألة ما أقدم عليه المجلس الرئاسي بإعداد لجنة مالية ربما لمحاولة حل هذه الأزمة هذه الأزمة ليست للمرة الأولى هي ربما نتحدث عنها للمرة الثالثة ما بين الأطراف الليبية في محاولة لوضع أسس لمسألة التوزيع العادل للثروات النفطية لكن هذه اللجنة قد لا يكتب لها النجاح خاصة وأن بعض الأطراف المكونة لهذه اللجنة نتحدث عن أعضاء مجلس النواب وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحتى أعضاء من مصرف ليبيا المركزي وأيضا أطراف سياسية أخرى نتحدث عن أفراد من قوات خليفة حفتر ربما لن يتفاهموا لن يتفقوا على رؤية محددة تعود لأسباب عدة ظاهر أولها أولا عدم اعتراض بعض الأطراف بمسألة حكومة عبد الحميد البيب هم يرون بأنها قد انتهت فعليا وهذا ربما سيعمل على تعطيل عمل هذه اللجنة وحتى أيضا ربما تأخير أي نتائج فعلية لهذه اللجنة نتحدث كذلك عن مسائل أخرى فيما يتعلق بمسألة هل سيتفق مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة على أن هذه الحكومة ستستمر خاصة وأن هناك غدا تحديدا سيكون هناك جلستين منفصلتين للبرلمان وللمجلس الأعلى للدولة سيتحدثان فيها بشكل واضح وأساسي عن خارطة الطريقة التي كان أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الأيام السابقة وقال بأنها متفق في شروطها وبنودها مع البرلمان وأنهم سيسيران فيها من أجل إتمام المرحلة الأهم وهم يقصدان الانتخابات الرئاسية والنيابية هذه اللجنة قد لا تعقد حتى أول اجتماع لها ولن يكتب لها النجاح لأسباب كما ذكرت عدم الاعتراف بعض الأطراف بحكومة الدبيبة أيضا مسألة سيسيران بمسار آخر وهو ضرورة إعداد حكومة أخرى بديلة عن حكومة الدبيبة وبالتالي أيضا نتحدث حتى عن أن مصرف ليبيا المركزي لم يتواحد فعليا في هذا الجانب وهناك الكثير من الإجراءات التي قد تتطلب مسألة أولا توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى يتم فعليا توزيع عادل لثروة النطية ما بين الأقاليم الثلاثة هذه الأزمة تعود إلى حيثيات حتى من النظام السابق نحن نتحدث عن فترة الزعيم معمر جذافي حينما كان هناك حتى تمتعاض شعبي من مسألة عدم توزيع الثروة العادل للمواطنين الآن يتكرر الأمر وركن على بعد أكبر ربما نتحدث عن أقاليم هناك من يشتكي بأن مثلا المنطقة الشرقية هي تنتج كمية كبيرة من النفط ولكن بالنسبة لمشاريع التنمية تفتقر كذلك المنطقة الجنوبية هم يتهمون الحكومة حاليا وحتى الحكومات السابقة بأنها تهدر الأموال وكثير من ملفات الفساد قد تلاحق هذه الحكومة وغيرها من الحكومات ولم تفلح حتى جهود سابقة لأطرف حتى أقليمية ودولية وحتى داخلية في إتمام هذا الملف ربما قد نشهد الفترة المقبلة أن كثير من الإغلاقات بالنسبة للحقول والموانئ النفطية والتعطل حتى مرحلة التصدير ربما تحاول المؤسسة الوطنية للنفط تفادي هذا الأمر خاصة وأن مستوى الإنتاج قد ارتفع إلى مستويات جيدة بالنسبة للإنتاج والتصدير في ليبيا نحن نتحدث عن أكثر من مليون ومئتي ألف برميل يوميا تنتج وتصدر وبالتالي هناك تخوف من مسألة عودة هذا الملف إلى المربع الأول إلى الإغلاقات وتعطل إنتاج وبالتالي تدهور الاقتصاد الذي يعاني من كثير من الأزمات منها السيولة النقدية كذلك ارتفاع في الأسعار وبالتالي هذا سيؤثر بشكل أساسي على حياة المواطنين وحتى على مناحي أخرى نتحدث عن إنتاج الكهرباء الكثير يتحدث عن تحسن الطاقة الكهربائية هذا العام وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض محطات توليد الطاقة لعدم وصول الإمدادات النفطية إليها أو كميات من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عبد الناصر خالد